اقطع عنك التصورات السلبية لأن التراكمات السلبية كلها تعيش تصورات سلبية غليان الغضب عند الإنسان يجعله لا يفكر بإيجابية لا يجعله يفكر مثلا في الطرف الآخر بإيجابية ربما لا يجعله يعني حتى أمور الانتقاد بإيجابية الأمر الآخر لا تفرط في شيء الإفراط مثلا مؤدي دائما للإنسان تخيلوا الإنسان الذي يفرط في التدقيق يفرط في الغضب يفرط مثلا في الكلام البذيء يفرط مثلا في التجسس يفرط في تتبع الأخطاء يفرط مثلا في المثالية الزائدة هذا يسبب عندنا متاعب كثيرة جدا يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى شخصيات مثالية في كل شيء فلذلك إفراطك هذا يسبب لك تراكمات يعني سيل عرمرا من التراكمات السلبية المؤثرة الأمر الآخر حاول أن تمزق تلك الورقة التي كتبت فيها بعض سلبياتك وأخطائك وترمي بها حتى لا تفتح مجال لها في حياتك التراكمات السلبية أشياء قيدتها النفس قيدها العقل وبقيت آثارها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ترمي بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ونفس وما سواها قال فألهمها فجورها وتقواها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان أن يكون إذا خاصم فجر فكيف إذا خاصمت نفسك كيف واتهمت نفسك ورميت بنفسك وجعلت نفسك دائما أنت بثوب السلبية وثوب عدم النهوض السقوط كل إنسان مننا معرض للسقوط لكن كيف يكون قيامك بقوة لا تعود لضعف بإذن الله عز وجل هذا ما أريد أن أكرره في هذا اللقاء حاول في الحقيقة أن لا يشغلك التركيز على المستقبل أنك ترمي بأحضان التراكمات السلبية عليك ترجمة نانسي قنقر